وحول آخر التفاصيل ينضم إلينا من بغداد مرسل محمد فاضل محمد أولا نسأل عن القوائم المسربة ما هي الأسماء هل هناك أسماء جدلية هل هناك أسماء معروفة بالفعل دالية طبعا هي القوائم التي سربت حتى اللحظة لم تؤكد من قبل بعض الأطراف السياسية ولا حتى من السيد الكاظمي ولم تنفى أيضا لكن الأسماء التي سربت كثير منها أسماء كانوا يشغلون مناصب حكومية سواء في البرلمان أو حتى داخل الحكومة العراقية كوزراء مثلا إبراهيم بحر العلوم الذي كان وزيرا للنفط في الحكومات السابقة رشح لوزارة التعليم وزير الصحة بقي بحسب القوائم في نفس منصبه وزير المالية أيضا بقي بنفس منصبه إضافة إلى وجود وزراء في إقليم كردستان يعني ينوي كاظمي بحسب هذه الوثائق يعني إيجادهم في وزارات داخل الحكومة العراقية وبعض الأسماء الأخرى التي كانت تشغل مناصب داخل هذه الوزارات كاظم السهلاني هو أحد أعضاء مجلس النواب عن الفضيلة أيضا رشحة لبعض الوزارة محمد شياع السوداني أيضا كان وزيرا لحقبتين وزاريتين وهو الآن أحد أعضاء مجلس النواب لكن كل هذه الأسماء مجرد تسريبات الكاظمي لم ينفي ولم يؤكد هذا الأمر وحتى الكتل السياسية لم تنفي ولم تؤكد هذا الأمر لكن المؤكد بالنسبة لنا يعني بحسب مصادرنا بأن الكتل السياسية خصوصا تحالف الفتح أعطى مهلة أسبوع للكاظمي ليعادة صياغة الكابينة الوزارية التي سربت على أقل تقدير كما يقولون وأيضا عرضها عليهم قبل الذهاب إلى البرلمان في التاسع من آيار المقبل هناك موعد أولي حدد هل لديهم تحفظات معينة محمد أقصد تحالف الفتح طبعا طبعا تحالف الفتح يريد أن تكون له حصة داخل هذه الحكومة وبالتالي هو يتحفظ على أسماء كثيرة داخل هذه الوزارة التي طبعا المسربة وهي كما قلت ليست مؤكدة حتى الآن وبالتالي أيضا هناك تحالف سائرون الذي ربما سيعترض على أسماء كثيرة من خلال طبعا عرضها عليهم وعلى الكتل الأخرى الحكمة أيضا بدأ معترضا على الاعتبار أنه ليس له أي وزارة داخل هذه الحكومة لكن على ما يبدو بأن ما سربة طبعا هذا الخبر طبعا جاءنا من قبل مقربي من الكاظم يقول بأن ما سربة من أسماء هي ليست أسماء حقيقية 100% هناك بعض الأسماء ربما كانت مرشحة لهذه الوزارات والأخرى هي مجرد بلون اختبار للكتل السياسية عموما كما قلت أن الكتل السياسية أمهلت الكاظمي أسبوعا واحدا فقط لكي يعيد النظر في تشكيلته الوزارية ويوم التاسع من أيار سيكون هو الموعد لتمرير حكومة الكاظمي لكن محمد باختصار هذه القوائم طبعا في حال تأكيدها ما زالت لم تؤكد لغاية الآن ما هو نصيبها من المحاصصة وهي المشكلة الأكبر طبعا في كل الحكومات العراقية وما زلنا بعيدين تماما عن أي أسماء للوزارات السيادية باختصار لا سمح دالية هذه القوائم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة تقسام قسم الثلث منها هو حزبي بامتياز الثلث الآخر هم من الموظفين كان يعملون في هذه الوزارات والثلث الآخر بقي شاغرا كالصناعة كالشباب كالداخلية والدفاع شكرا جزيلا سنزل طبعا في تواصل معرفة تفاصيل أوفا مرسلنا من بغداد محمد